في أشد الظروف وأصعبها كانت حنكته والتزانه عنوان لمواقفه كان دوماً رجل المواقف الصعبة على قدر حساسية ودقة المواقف والظروف التي مرت بالحياة النيابية والسياسية في الكويت ولأن الديمقراطية تقارب في بعض حالاتها التجاذبات والجدال كانت النقاشات والاختلافات في الرؤى بين مجلس الأمة والحكومة تصل أحياناً إلى درجات لا رجعة بل أن في بعض المواقف تتأزم علاقات النواب فيما بينهم فكان الإخرافي بخبرة السنين وحكمة الخبير وطول فترة توليه لرئاسة المجلس كانت فلسفته ومواقفه واحدة لم يصدر عنه يوماً موقف لامس البعد الطائفي أو القبلي كان قريباً من كل الأطراف والتيارات كانت سياسته في تقريب وجهات النظر والبعد عن الاختلافات والخلافات وكلما ساد التوتر بين السلطتين هب إلى نزع فتيل الأزمات ورأب الصدق إدراكاً منه أن ما يجمع السلطتين بل والكويتيين جميعاً أفراداً وتيارات أكبر مما يفرقهم وقد تركزت في رؤية الخرافي على معالجة القضايا عبر تفعيل الأداء التشريعي والرقابي للمجلس بتطوير اللائحة الداخلية وأهمية التنسيق والتشاور للاتفاق على الأولويات بين مختلف أعضاء المجلس وعلى نحو يحقق تقارب وجهات النظر والتماسك والعمل الجماعي الضروري لقيام المجلس بمهامه المطلوبة حرص الإخرافي منذ توليه رئاسة المجلس على أسلوب إدارة يلتقي عنده الجميع بذات الفرص التزم مبدأ الحياد في إدارة الجلسات والمناقشة حتى تتوفر للرئاسة القدرة على تنسيق المواقف ومد جسور الثقة مع مختلف التيارات حينا وعدم تعاون بين السلطتين حينا آخر فكان يقابل ذلك بخبرته وسعة صدره أن نأتي الاجتماع القادم يوم واحد ثلاثين والنفوس قد صفت وأن نعتبر ونتعظ من مثل هذه الأحداث حتى لا تتكرر إكراما للشعب الكويتي نذكر هنا تأزم العلاقات بين المجلس والحكومة في عام واحد وثمانين حين أثار طلب الحكومة حالة مشروع تنقيح الدستور الذي طرح مع بداية دور الإنعقاد الأول عام واحد وثمانين إلى اللجنة التشريعية فحدث انشقاق داخل المجلس بين المؤيدين والمعارضين كاد أن يؤدي إلى أزمة خطيرة ولمعالجة ذلك فوض رئيس وأعضاء المجلس النائبين جاسم لخرافي وعيسى الشاهين بالذهاب إلى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه لإقناعه بسحب المشروع وقد أدت هذه المساعي وحكمة لخرافي إلى سحب المشروع ووضع حد للأزمة والحفاظ على الدستور ستظل طريقة إدارتك للأزمات والجلسات نبراسا ينهل منه لاحقوك